مميز يمكن شفنا كتب كثيرة طبعت عن صحف عن البطولات ترصد تاريخ بطولات كأس الخريج لكن العمل هذا بشكل كرتوني يمكن أول مرة فيه كتاب واحد طلع عن كأس العالم يرصد كأس العالم باللغة الإنجليزية ونفس الكاتب الذي عمل ذلك الكتاب هو اختار أيضا الاتحاد ليعمل الرسم الكرتوني الذي هو أكسيل جرمان أفضل من يعمل الأعمال الكرتونية يرصد هذا الكتاب يرصد كل تاريخ بطولة كأس الخريج لكن بالرسم الكرتوني حتى الكتاب أيضا صورهم بالرسم الكرتوني الكركاتير جديد الأهداف فكرة حلوة على فكرة فكرة حلوة وجديدة حتى الصغار بيشده الكتاب بيحتفظ فيه لأننا دائما اليوم نحتاج حق الأجيال هذه تعرف تاريخنا وتاريخ الأمجاد هذه يعني 119 صفحة أو 120 صفحة 120 صفحة 220 صفحة متنوعة فيها التاريخ فيها كل ما يقص كأس الخليج بطريقة جميلة جدا وبطريقة مبتكرة عموما يعني ما صارت قبل في الوطن العربي كله لم يخرج كتاب بهذا الشكل الله يرحمه أيام الشهيد فهيد الحمد الله يرحمه يوم هذه أور كامل لفلي كامل بس كتاب حلو أنهنيهم جريد الاتحاد والله وفقهم على هذه السؤال في زينة وأيضا ملحق الاتحاد غدا مشاهدين الكرام هذه تأو أن يعطون فرصة للصحف الأخرى من أجل أن يحصدون ألقاب إليك الكلمة وأتمنى أنك تدخل مع ضيفنا بكل تأكيد هذه النقطة يمكن مع عدد يوم الغد لجريدة الاتحاد اللي يترقبها الجميع يتطرق لكثير من تفاصيل دورات كأس الخليج وأبرز الأسماء والنجوم وفي مقدمتهم بكل تأكيد الاسم الذي لا ينسى جاسم يعقوب كل متابعي كأس الخليج يعني من واقع الاطلاع على هذه الكتاب أو هذه الموسوعة أنصح باقتناء مثل هذه الموسوعة التي بكل تأكيد ترصد تفاصيل جميلة لدورات كأس الخليج هذه البطولة التي ارتبطت عبر العصور والأزمنة السابقة وإن شاء الله تستمر هذه البطولة في علاقة الودئة التي تجمع شعوب المنطقة على المستوى الرياضي إن شاء الله شكرا لك يا محمد إذن هذا الكتاب مشاهدين الكرام تسألني شو الجديد من أبوظبي للإعلام غدا في الصحافة هذا الكتاب عمل جديد لم يطرح من قبل في منطقتنا كتاب بهذا الشكل بهذه الفكرة يطرح غدا مع جريدة الاتحاد سوف يكون مع الجريدة لدى كل الباعة يمكن تسألني طارق تسألني وين بيكون وين بين باع هو مع الجريدة سيكون مجانا مع الجريدة يوزع لكل القراء أنا أحب أشكرهم على الكتاب الجميل ولقيت اسم وليد ألي موجود بالكتاب هم كل معظم النجوم نجوم كأس الخليج عندهم عمود في الكتاب هذا هذا الأخ الذي نزل باستقرام أنه يستهزئ فيه هذا الاسم موجود في الكتاب أنا بحيي الأخ عمر عبد الرحمن عموري ووجه له تحية في فترة أنا دائم في المسرة أقلد اللاعبين وطريقتهم ففي واحد عارف لا يعرف بها الأمور فغلط علي وحاجمني بالاستقرام وهذا وحبي يسوي فتنة ودقيت على عموري عموري تراتيجي في وضع كيف هو فنزل رد على الشخص اللي حاول يظهر على ظهورنا وإحنا الحمد لله ظهورنا إن شاء الله قوية فأنا أقول حقي هالنوعية لا تحاول تتسلق نحن لو علقنا كفنانين على اللاعبين وضحكنا يمكن بنواف اليوم اليوم أنا علقته الجمهور وإذا ضحك مو على شخصك الكريم لا على طريقتك ضحك وأنا أقولك أنت رائع مصايب أنت عندك حلقات مقابلاتي شو شو من حرج مصايب زين فأنا أوجه لتحية عموري وأقول الله يوفقك في دورة الخليج وأشكر أخوي آمين أخوي طبعا الكمالي حمدان هذا الرجل الإنسان اللي أنا أحبه هو اللي يدك دك وقال مصاب عين ما صلت عن نبي بس بدأ بدأ يتمرن أنا قمت حال شي بدأ يرجع إي لا يعني ذاك اليوم عازمنا على عائشة بمطعم هني عندكم وصور إنستجرام فضحني على العزيمة أوجه لهم تحية ومتخب الإمارات ومتخب الكويت ومتخبات الخليج كلهم ونتمنى إن شاء الله إن فعلا نشوف كوادر طيبة خليج الأحلام بعدني في خليج الأحلام أنا أشكر كل فريق العمل اللي عمل في هذا الكتاب ابتداء من رئيس التحرير الأستاذ محمد الحمادي لشراف العام الأستاذ محمد البادع المتابعة الأستاذ راشد الزعابي الرسوم مثل ما قلنا للرسام الإيطالي أكزيل الإعداد الأستاذ أكرم يوسف الإخراج الفني صلاح اليافعي لغرافيك الصادق السعدي الصف الضوئي إيهاب فوزي التدقيق اللغوي محمد جاسم اسماعي ذيب فيصل السعيدين والجيل جمعة جودة الصور إيهاب القصراوي التحضير الطباعي أحمد العزة عمل إذن صحفي جديد يقدم غدا لقراء الاتحاد خليجي الأحلام بطريقة جديدة تسأل عن الجديد في الصحافة هذا هو الجديد يمكن شاهدنا كتب وكتب مع كل بطولة في كتب ترصد التاريخ وتقدم بطريقة تقريبية مميزة هذا الطريقة مختلفة الطريقة مختلفة أرجع وعود إلى الكورنيش هم لا يستلموننا بس بالكركاتير لا تدام برنامج اتحاط رح نخوانك نذهب إلى الكورنيش أحمد الشحي موجود هناك في استوديونا في الكورنيش ولسه استوديو فريق التازع لا هو استوديو بوظبي وبتوقيت الحادية عشرة والنصف بتوقيت